السلام عليكم تمنىكم تكونوا باخر والاخر كما كتشاهدوا معنا اليوم غادي نقدموا رغيفات ديال الخليع كيجوا سهلينوا بسيطين جدا وما كتحسوش باللي كتاخدوا الخليع والخليع مصوبة على اليد فطار هنا عنا فكسعة غادي نديرو ثلاثة زليف ديال الدقيق اه كتبقى على حسب الاشخاص حالبايتوا تعملو ديال الدقيق يعني ربع كيلو ولا نص كيلو اه ثلاثة ديال زليف وازدنا معاهم كس ديال الفينو لان في الاخر غادي نقرسو بالفينو ضفنا ميلقة ديال الملح عنا ميلقة ديال العسل هنا ضفنا احنا العسل الحرة كيبقى ضيفو سكر ولا اي عسل عادية على حسب الربة صفي هنا شوية ديال المدى في اه عنا معلقة ديال خميرة ديال الحلوية الصغيرة اللي ضفنا سوف يواجبوا العجين ديالنا عادي كي المعتد ديال الرغايف بعد ما عجلنا العجينة غادي نحاولو ندلكها شوية كافسة الحامل ديوها ونجيبوها مزيان اعطوها شوية ديال الوقت باش كي جوا معنا مورقين هاد الرغيفة كيبقى اخسياري اما تقرسوهم لا شكل داير ولا شكل مربح سفي هنا ينبعد ما سلينا العجين ديالنا غادي ندونوها بالزيت وغادي نديرو عليها واحد سلوفان ونخليوها ونخليوها ديخلوها ترتاح معنا جيدة مش ميك نجو نقرسوها كتساعدنا ضغية ضغية سفي هنا بعد ما ارتحت غادي نرجعو باش غادي نقرسوها غادي نقرسوها غادي نقرسوها غادي نقرسوها غادي نديرو فيها غادي ندونو شوية ديالسيت سفي وغادي نقطعوهم الحجم اللي بغينا لحسب الشحل بغيتهم وش كبار ولا صغار ولا متبسطين غادي نقرسوهم كاملين غادي نحاولو نجيبوه نسل الحجم سفي هنا بعد ما كملناهم غادي نخليوهم يرتاحو 11 دقايق باش يساعدونا في من شو نتلقوه هما هادو هاداك الكمية خرجتنا جوج بلاتويت بعد مرتاحو غادي نخدموه في سطح العمل غادي نحاولو ندونو ريش شوية سطح العمل هكا بستيز سفي وغادي نتلقو رغيفة ديالنا عادي نحاولو نتلقوهم جيدا نتبديبا معنا سطح العمل هادا اول خليع اللي مقد ويلا كانت في هاداك طريفة ديال الحم كنحاولو نفرتوهم رقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لان ميكانجون طيبهم انا نضيفو لهم ثلاثي ثلاثة حاجة كخليهم الطيبو يفضيك لخلي علي فيهم الضاخل جربهم وغادي تشوفوكي يجي ورائعين كسر هكا في العشية كسلحوا العشية هكا ودبا مع البرد نسكي جيو زوينين صفي كنحاولون نقرصوهم بالفينو على هاد الشكل هادا كن تلقوهم كن تسنيوهم كن خليهم يرتاحوا شي شوية عاد كن حاولو جمعوهم كما كتشوفو كما عملنا لهم وخليناهم ارتاحوا شي شوية بعد ما كن منا كمية اللي عنا وكرجعون نقرصوهم في الفينو نحاولو نلفوه لديك الشكل ولا تلقوهم عادين اللي بغا يدرهم عادين كام ربعين ولكن هشكي الكي جي زوين صفي كندوهنو دك الخلع فلوس كنحاولو نتنوهم على هاد الشكل هادا وكنحطوه طيب. ذا كرمدهو نكملو كمية وكررجعو نجمعوهم عادي. يعني شحل مرتحت معانا العجينة كتساعدنا في العامل. دابهنا بعد ما ارتاحو صفيك نحاولو نجمعوهم على هات الشكل هادا ساهلين كيجو وضغية ضغية كيتلووو معانا. صفي على هات الشكل كنقرصهم ونحطوهم في بلاتو. كنبدلو تشكل كيجيش كيليا لهم زوين. صفي اللي قرصناها كنحطو كمشتو. اخلوهم سيرتاحو بشاندوزو ندون طيبو. كيكونو لوال ارتاحو صفي دلنا مقلاء كبيرة هنا على البوطة لان هاداك المقلاء كنطيبو عليها على الفرن. الفرن كيكونو كبير ماشي في حل هادا. صفي هنا كنا قنطلقو كمية كبيرة يعني اربعة خمسة ستة لان هادا المقلاء كتاز كمية كبيرة كتاز ستت سبعة. لانا درناهم صغر ما درناهمش كبارين. وما كان دهنوهمش يعني ذاك الخلع اللي فيهم كيطيبو غيب ذاك الخلع صفي. صفي دا بغد نزيدو نعمرو المقلاء كمشتو كتهز كمية كبيرة. قشية كبيرة بزدد كتجعل الفرن. صفي اللي طابس كنحيدوه كندير اخرى ساعدتنا بزدد في الخدمة هادي طغيات طغيات كمنا. شوكي كيجيو كيجيو رائعين وتحميرا ديالهم جا تزوينة. ما كنحتاجوش ندهنوه. صفي اللي طابس كنحيدوه. شوكي كيجو مورقين هنا باقي نسخن مستف. كيجو مورقين. الوريقة كتبشي بوحدها. هادي نكملو اه الكمية اللي عنا كملا طيبوها ونطلقوه في طبس النهائي ديال طيب. سفي هنا يا اكملنا الكمية اللي عنا كاملة. هدا هو الشكل ديالهم. شوكي جو معنا جو مورقين وفتيين. شوكي جو مع ذاك الفينو اللي كنقرصو فيه. هدا هي كمية اللي خرجتنا منهم. مش توجد طبس اللي صبر كلها عامر بيه. هدا هو الشكل ديالهم نهائي. اللي بغي يدرهم مكسر من هاكا الحجم كبير لان هاكا كنفطلهم هاكا صيورو مش كس حتى يوم كيجيش يحر كس حتى يوم هاكا كصيورين كيجيو زويني انتا في الحطة. سبنا تعجبكم بطريقة و السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر